انا اعتقد ان انت اللبنانية اللي هي الفنانة اللي ما لجأتش لعمل التجميل صح او لا؟ حاجات بسيطة يعني حاجات بسيطة مش ابدا ما بخليش ان انا عامل مقارنة بين صور زمان يعني زي ما انت قلت مثلا صور فيلم التجربة الدنماركية اكيد هتلاقي في فرق انه فيه واحد عم بيكبر او زي ما عم بيعدي بس لا فيه نفس فيه الاساس فيه البيس بتاع ال انت عندك نفس ايوه نفسه بعدين الرشاقة حاجة حلوة يا جماعة الرشاقة مش بس ان انت بس تبقى نحيف فيه ناس نحيفة كتير بس من ماشيتها تحسها عجوزة يعني الرشاقة ده ان انت تبقى اكتف تبقى عندك حيوي بني ادم وانت ماشيتك حس ان انت ممكن قاعد كأنك بتتنطط فيه كلك حياة بس انت مش ضد عاملات التجميل بس ما تبوص خلية ربانه ما تبوصه مش حاجات يعني تتعبن قوي يعني بحب اللي هو عايز تعمل ميكب تحطة بس مش الرموش اللي هي بتبقى حاجات البرمننت وشعر نقعد نحط اكستنشن كتير يعني اسهل حياتي كمان يعني انا بحب يعرف اصحى من النوم برضو يعني استعارف في حاجة عادل ان موضوع الفلاتر ده كمان والصور خلت ان باكلم عالستات لانه بتستعمل الفلاتر اكتر من الرجالة الفلتر خلى محدش رأ يعني كأن بيقولوا باللبنان نقموا على حالهم يعني كأن انا خلاص ما بقوش راضين على شكلهم لان بيرجعك بيعملك موضل شباب شكل الشباب فانت ما بقتش تتقبل شكلك الحقيقي على مراد ده ممكن يخلق عقدة لأي ست انت ضد الفلاتر مش كي يعني لا لحد ان ما حد تلاقيه مثلا يعني ما الزمن حق علينا كلنا نرجع ان احنا نحط صورة كأن واحد عنده خمسة وعشرين أو عشرين سنة ليه ما هو كل سن له جماله والست زي ما بقوله كلمة بتكبر اشتركوا في القناة